حرص الناخبون من كبار المواطنين على الحضور إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني بالتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 كما شارك ذو الهمن في هذا العرس الديمقراطي الوطني ما يعكس مدى ترسخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني رسمت مشاركة كبار المواطنين والحضور الكثيف للناخبين من مختلف الأعمار صورة جميلة للفرحة الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين بما تحمله من مشاعر وطنية عبرت عن عمق الولاء والانتماء للوطن يا مركب ميهز كريح نحن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه ماشي ونحن يد العون له وحق الحكومة الرشيدة لأن في النهاية هذه مصلحتي آن وعيالي ووطني فقد حرص الناخبون من كبار السن على ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في مراكز انتخابية مختلفة في المحافظات الأربع من خلال مبادرة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية لمساعدة هذه الفئة من الناخبين وشرح آلية التصويت وتقديم كافة التسهيلات للوصول إلى عملية انتخابية سليمة ميسرة اليوم فرحة ومشاركة وتلبية الواجب الوطني هذه الكل لازم يساهم فيها نحن طبعا من وقت على أساس أن نحاش الزحمة لكن ما شاء الله يعني الزحمة لكن في تنظيم جيد وفي الحقيقة أنا انبهرت بالمواطنين صغار كبار السن وهذا اندل على شيء أن هناك حب للوطن هذا وشارك دو الهمم في الانتخابات النيابية والبلدية 2022 لممارسة حقهم الدستوري من خلال تقديم المساعدة وكافة التسهيلات لهذه الفئة ما يعكس مدى ترسخ الثقافة الديمقراطية في المجتمع البحريني وما يتسم به من وعي ورغبة أكيدة في مواصلة مسيرة النهج الديمقراطي والحرص على المشاركة الفاعلة في ممارسة الحقوق الدستورية في جميع الاستحقاقات الوطنية لما تشكله من أهمية في صياقة المستقبل نحو تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار نبي الحمد لله نبي الشسم الديمقراطي نبي التطور حق بلودنا وقد قدمت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات كافة التسهيلات والدعم لفئة ذوي الهمم لمساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم ترجمة نانسي قنقر